اشتركوا في القناة في ظل الرعاية الملكية السامية من لدني جلالة الملك المعظم خلال جلسة مجلس النواب العادية التاسعة عشرة التي ترأسها معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس المجلس طرح السادة الأعضاء خلال الجلسة مجموعة من الأسئلة لوزير الأشقال ولوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أهمها بشأن عدد الأراضي والعقارات الوقفية غير المسجلة في مختلف محافظات المملكة وبشأن آلية عمل صندوق الزكاة اليوم تم تقديم السؤال البرلماني إلى سعادة وزير العدل نواف بن محمد المعاودة السؤال مواجه مني لسعادته مثل ما ذكر سعادة الوزير في جوابه الآلية هي تعتمد على البحث الاجتماعي في البداية من أجل إثبات استحقاق الأفراد أو الأسر المتعففة لهذه الميزة التي هي الزكاة أو الصدقات اليوم في جلستنا تم توجيه سؤال إلى سعادة الوزير بخصوص الوقفيات غير المسجلة وعددها وإجراءات الوزارة بشأن تسجيلها والوقفيات إذا ما كانت انتقلت ملكيتها إلى جهات أخرى وكان رجل سعادة الوزير غير واضح هذا وأكلت الحكومة ممثلة بوزير المواصلات والاتصالات أن مجلس النواب بموافقته على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية أرتيميس لمبادئ التعاون في الاستكشافات المدنية واستخدام القمر والمريخ سيعزز من حوكمة الاكتشافات المدنية واستغلال الفضاء الخارجي موافقت مجلس النواب على مشروع بقانون على التصديق على اتفاقية أرتيميس للتعاون في مجال الفضاء لا شك أننا الحين استكشاف الفضاء خاصة للأمور السلمية لا أهمية كبرى فالبحرين تطمح عن طريق الاشتراك في هذه الاتفاقية أو التوقع على هذه الاتفاقية بأنها تستفيد من الدول الكبيرة التي لا يمشاركها في هذه الاتفاقية واتتيح الفرصة حق مجموعة من الشباب المتميز اللي يعمل في هيئة الفضاء بأنه يستفيد من الامكانيات المتوفرة عند هذه الدول وتبادل الخبرات وفرص التدريب إلى ذلك ناقش المجلس مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين مملكة البحرين واليابان لتبادل تشجيع وحماية الاستثمار وقرر المجلس الموافقة عليه وإحالته إلى مجلس الشورى اتفاقية التبادل التجاري اللي تم الموافقة عليها بين مملكة البحرين واليابان من قبل المجلس اليوم هذه الاتفاقية مهمة جدا وهذا الاتفاقية اليوم نحن وقعها في دولة مثل اليابان عندها التكنولوجيا وعندها الصناعات وعندها أيضا بعد الموقع اللي نحن يهمنا فتوقيع مثل هذه الاتفاقية راح يعزز من المكان التجاري والاقتصادية بين البحرين واليابان بعدها وافق المجلس على سبع اقتراحات برغبة بصفة الاستعجال وأبرزها بشأن قيام الحكومة الموقرة بابتعاث عدد من الأطباء لدراسة تخصص طب الطوارئ وبشأن وضع خطة وطنية استراتيجية لدعم مرضى التوحد وإنشاء مركز حكومي نموذجي للرعاية والتأهيل بالإضافة إلى قيام الحكومة بشأن إعلان كافة الشواقر الوظيفية في الوزارات والهيئات الحكومية عن طريق الصحف المحلية الأربع مجلس النواب يعقد جلسته التاسعة عشرة بتوجيه العديد من الأسئلة للحكومة الموقرة ويوافق على اتفاقية بين مملكة البحرين واليابان وذلك لتبادل وتشجيع الاستثمار بين الدولتين في إطار الحرص لتعزيز علاقات المملكة مع مختلف دول العالم في كافة المجالات طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين